موسيقى هناخدكم من السياسة بمشاكلها بأزماتها بألغزها مع أن الفن أيضا يعكس مشاكل اجتماعية وسياسية لكن اللجوء للفن هو من وسائل المقاومة غادة عبدالغزق أهم ما يميزها هي التصميم على النجاح وأيضا المنافسة في منطقة القمة غادة عبدالغزق أهلا بيك أهلا بيك خليني وأنا ببدأ معاك لأن احنا هنتكلم عن فيلم سينمائي وانتي يعني السينما إلى حد ما كان فيها يعني بعض المشاكل والناس يعني فضلت الصباك من خلال مسلسلات رمضان هو أنت جيتي عند لحظة وقلتي أن لازم أعمل سينما ما بتعيدش عن السينما هذه المدة آه أنا أتكسلت كتير الفترة اللي فاتت حوالي ثلاث سنين اتعرض فيها حاجات ما كنت شايفة نفس فيها يعني كنت بحاول أن أنا أعملها عشان أتواجد في السينما بس كانت ممكن تبقى خطر جداً كانت ممكن تاخدني في حتة تانية تقلل من رصيدي في التلفزيون لو ما تعملش بالشكل الصح لإني أنا مش نجمتش باك في السينما يعني ما بعملش كل سنة مثلاً فيلم فجر بجيب بيه مثلاً 15 و20 و30 يعني آه فلو ما كانش عمل كويس وحيديف لي حتى لو ما جابش فلوسي تحسيبلي آه ياخد من رصيدي بس أنت بتقولي كان اللي بيعقد عليه كنت بتقولي لأ يعني آه لحد ما جالي الفيلم ده طيب آه ليه بتقولي مش نجمتش أنا شايف اللي أنا مخدودة منك ما أنا عايز آه والله مخدودة منك أعرف عشاناً أنا طول ما شوفك في التلفزيون بتتكلموا في السياسة قول لاو بحاسة إن هي الحكاية غريبة علي هنا وأنا كأني في يوم متاحدة أره حنزيل الخطة إن شاء الله لأن آه إحنا مش هنتكلم في أي أزمات ولا أي مشاكل لا لا أنا متأكدها بس يعني آه مش هارفة حاسة كده إن أنا هارفة حاسة هارفة حاسة هارفة حاسة طيب نعمل إيه في المشكلة اللي نحاول إحنا بنكلم عن الفن عموماً آآ هيا سياسة السياسة بتدقى بتزعج أو بتخوف؟ آآ أنا أنا بقى أخاف منها بقى ألا منها يعني بتحكبها بتلاقي منها؟ آآ 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 مع إن الناس كلها بقت مسياسة جداً ليومين دول بقى بتكلموا في السياسة آآ أنا ملياش خلاص هارفة حاسة هارفة حاسة أكيد أكيد زي أنا زي بقيت الناس أكيد طيب في ده يا غانا يعني أنت السينما وهنحاول نزيل الخطة خطوة خطوة المسلسلات رمضان الكلام اللي بيقوله عشان تيجي للسينما لازم تبتعد شوية عن مسلسلات رمضان أو أن المسلسلات عموما بتستهلك النجم وبتحرقه هل ده صحيح؟ كان زمان دلوقتي لا دلوقتي الدور في المسلسل في رمضان ممكن يصنع نجم يشيل بطولة الفيلم الوحدة ده حقيقة كان زمان بيدور الحكاية تعكست معرفش إزاي يعني الناس بتنزل فيه نجوم بيعملوا مسلسلات والناس بتنزل لهم ونجوم شباك وبيجيبوا فلوس لحد دلوقتي في المسلسلات كمان عملية الاختيار أنت داخلة مسلسل في رمضان الخانكة مم والمسلسل مختلف عن اللي قدمتها قبل كده شخصية جديدة شخصية جديدة ملخصها مش مش حروص في تفاصيلها كلها بس ملخصة وقالي مش عارفة ليه حسنة أنا مع الضابط بوليس هو وكيل نيابة والله لحساس مش راضي ده أنا لسه ما سألتش الأسئلة اللي فيها وكيلي النيابة من كنت ريزا ما ما هتفرج عليك فخلاص فا طيب شايفك في حتة واحدة هنحاول نزيل الحواجز يا رب إن شاء الله الشخصية اللي هي في الخانكة تفاصيلها البسيطة إيه؟ هي شخصية جديدة عليها ما عملتاش قبل كده شكلا وموضوعا تمثيلا الحكاية كمان جديدة مش عايز أحرقها يعني بس أتمنى يعني إن أنا أكون أحسنة الاختيار السنة دي إن شاء الله بإذن الله طيب هسألك مع الأسئلة اللي الناس قبل ما طبعا هتكلم على طول عن الاختاش وماته هنقدم صناع وأبطال الفيلم هيبقوا معنا وجايز ده يخليك تفوكي شوية وهم موجودين عايز أردت ليك وقولك أولا يا باشا والله يا باشا أنا من كنتش غص أنت متهمة بكذا وكنت فين وقت ارتكاب الجريمة أسئلة التهمية هو عشان هتفك بيها إن شاء الله الاتهم دايما اللي بيوجه بقى غدا لمسلسلات رمضان فيه اتهام ثابت عند الناس الحقه ده فيه بعض الألفاظ اللي فيها سوقية بعض المشاهد اللي فيها إباحية اللي هو المعيار الأخلاقي في النقد عند الناس ومسلسلاتك بينالها جزءا من هذه الاتهمات يعني ما بتحاوليش تقولي لما يعني أحاولي أن أنا أتجاوب مع ده يعني فيه ناس توجه اتهمات أنه أصلي فيه ألفاظ بتكون خادشة للحياة أو فيه مشاهد ما تنفعش تدخل البيوت ولا ما بتهتمش بهذا المعيار الأخلاقي في النقد أو العائلي إزاي؟ لأ طبعا طبعا لأن أنا عندي يعني عندي بيتي وعندي بنتي وعندي أحفادي دلوقتي وعندي ناس كتير قوي مش هقبل أن أنا عامل حاجة ممكن تدايقهم أو تدايق الجمهور لكن موسلسلاتي أنا لأ مش بتايق لي يعني مثلا كابوس السنة اللي فاتت لا يمكن يكون كان فيه أي لفظة أو أي حاجة خالص ولا في السيدة الأولى ولا يمكن في حكاية حياة ومع سابق الإصرار آه حكاية حياة وسابق إذا فيه بعض الألفاظ بس ما كاتش مني أنا شخصية يعني كانت من النماذج معينة في المسلسل والكاتب والمخرج كان شايف أنها يعني الحدث ده يستحمل أو الشخصية دي تستحمل أنها تقول يعني اللفظ بالشكل ده لكن أنا كغادا لا يعني أنت في المسلسلات تحديدا بتهتم بده جدا لأن السينما مختلفة يعني طبعا بتهتم جدا جدا طبعا بس حتى بيظل الإتهام يعني موجودا بس أنت أنا عموما على طول متهمة يعني أنا على طول على طول سواء عملت أو ما عملتش لازم ينالوا مني ليه ليه مش عارفة يمكن شكي بيستفزهم والله مش عارفة يا باشا أنت مرسلت أكتوه مرميش ليه 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 كنت فين وقت الاتهم يعني ليه على طول متهمة أنت فاكر ليه مهارد أول الله على طول على طول على طول على طول عملت ما عملتش زي الفيلم ده من قبل ما الفيلم ينزل وهم ده فيلم وفيه سبع ستات وهايقلع وهايقولوا ويعملوا الناس الوقت بتخشوا مش مصدقين أنه هو مفهوش حاجة ومفهوش كلام ومفهوش ألفاظ ومفهوش مشاهده اللي كتب عليه ستتاشر سنة قالك بص شفت أنا قلت لك يا أه يا عم ستتاشر سنة أيوش عايزين ندخلوا لولادة عشان الفجر اللي جوه قلت لها يعني ستتاشر سنة عشان فيه مشهد جريمة قتل فمش عايزين حد يشوف عنف هاي يعني عنف مش مشاهد تفسر على أنها جنسية فعايز أقولك أن فيه ناس كتير جدا زعلانة جدا جدا الفيلم ده ما عارفوش يجيبوا منه غلطة لغادة بس حتى التصنيف ده مش بتخاف أنه ممكن يخلي عائلات تقول لأ طالما فيه تصنيف كده فمش هينفع العائلة تدخل والله بص أنا بشوف أن مشهد عنف يعني احنا مشوف أفلام أجناب كتير في عنف وبنشوف حاجات كتيرة جدا وبقى فيه دلوقتي الفيسبوك والنات يعني حاجات كتير قوي شايفا لما يتعامل تصنيف يتعامل علشان ألفاظ مشاهد حاجات لكن هي يعني المشهد وأنا شايف المشهد بأمانة ما كانش يستحمل إن احنا ممكن نقول إنه هو يعني لازم تحطره تصنيف هو المشهد طبعا لأنه هو مشهد قتل وقتل بالسكينة والسكينة يعني بتدخل في في الجزم لكن التصنيف انت ضده شايفا إنه ممكن يظلم الفيلم يعني هو ظلم ظلم الفيلم في في أول ثلاث أيام طبعا آه إنه الرقابة تضع تصنيفا لمنوع لأقل من 16 سنة آه فالناس خدتها في حتة تانية خلص إنه إن هي دي الإثارة يعني آه الإثارة طيب أنت بتقول أنا يعني الناس حتى اتهمت الفيلم قبل ما تشوفه طيب ليه الناس بتتهم رادة عبد الغازي بالإثارة مسبقا والك يمكنها بستفزهم مش عاشف والله أنا يعني حاولت كتير أدور على إجابة أوصل لها يعني بس مش لاقي إجابة منطقية أو مؤكدة باش منطقية مؤكدة طب مش ده جايز عشان يعني الأفلام السينمائية بعض الأفلام السينمائية اللي قدمت يعني سواء حينما يصارها دكان شاحاتها آآآ آآ رئيس عمر حرب كان في بعض المشاهد اللي فيها جاء أنت نفسك قلت يعني أكيد في مشاهدة أنا عملتها أنا فنانة مرت بكل مراحل الفنية العادية يعني هو ده التطور الطبيعي لكل الشخصيات اللي في الدنيا إحنا بنبتدي صغيرين وحلمنا كبير قوي بنحارب بنختار الصحة ونختار الغلط ببقى شايفة إن ممكن لو لابست ميودة حبقى رهيبة وحبقى بكرة الصبح مرفة أمين وشعرفة مين وفي ناس بتيجي تقنع نبدأ وفي أبتدي أتطور شوية فلاقي لأة إن التمثيل أهم من ده وابتدي أتطور شوية أعمل موازنة ما بين الاتنين وبعدين أبتدي أندج فنيا فتخلى عن أشياء ما بقتش محتاجة إيها دلوقتي محتاجة حاجة تانية أو نقلة تانية فلنشايف إن هو ده التطور الطبيعي لأي شخصية فنية مفيش حاجة اسمها أصلهية بتاعة إغراء السلسة ميو أصل مش عارفة إيه لا إحنا كلنا بنمر بمراحل زي بالزبط المراحل العمرية العادية من غير ما حد يشتغل في الفن وإنت عندك 12 سنة زي وإنت عندك 17 في المراقة زي عندك حاجة وعشرين لا طبعا حتى الاختيارات بتختلف بس أنا دلوقتي مثلاً حد يقولي غدا تقدرت تطلع دلوقتي مقاف في فيلم وتدبسي ما هي وبتاعة أقوله مقدرش دلوقتي تقولي لا؟ أيوة خلاص في في موانع كتير جداً حتى قبل ما هي فنية شخصية وصلت لها بعد كتير بعد الخبرة وبعد ما تخبطت وبعد ما فشلت وبعدين نجحت وبعدين وقعت وبعدين وقفت وبعدين ده ده الشيء الطبيعي بتاع ربنا